منذ ولادته ولد مجبعهة خلقية مركبة تمثلت بولادته بشفة أرنبية وفتحة بسقف الحلق ابتلاء من الله عانى معه هذا الطفل الشيء الكثير كما عانت عائلته التي وقفت عاجزة عن فعل أي شيء له سوى ترك أبواب المؤسسات والمستشفيات بحثا عن مخرج وذلك بسبب كلفة علاجه العالية التي لا تقوى هذه الأسرة على توفيرها هذا الصباح جاني جديد قبل حوالي خمس شهور شايفا عنده الشفة الأرنبية وعنده سقف الحلق مفتوح وفي عنده مشاكل ثانية أخرى هون ففي جمعية في جنيس ما جمعية إغاثة أطفال فلسطين شايفا منتابع معنا هنا الجمعية وحولتنا هنا على سلفيت عشان الوفد الأجنب يعمل العملية بشرة الصبح طريق الخلص وجدتها هذه العائلة لطفلها من خلال جمعية إغاثة أطفال فلسطين التي استقدمت وفدا طبيا أمريكيا مكسيكيا متخصصا بهذا النوع من الجراحات بقيادة الدكتور الفلسطيني خالد أبو غزالة بهدف الكشف عن أكبر قدر من هؤلاء الأطفال وعمل أكبر قدر من العمليات المعقدة تخفيفا لمعاناة نحن وفد الطبي في جراحة الوجه والفهم الفكين نشتغل عن طريق جميع تغاثة أطفال فلسطين إننا هلأ بنجي على فلسطين مع الجمعية عشر سنوات غالبية العمليات المشتغلها هي عمليات تشوهات خلقية وأطفال برضو اللي مودودين بشف الأمدبية وصقف الحلق المفتوح فهذول الأطفال تشوهاتهم نصلح لهم إياها عشان يدروا يعيشوا حياة طبيعية وبرضو بيجينا حالات إصابة بالوجه من أثر الانتفاضات أو إصابات متفجرات بالوجه فبنعمل لهم إعادة ترميم للأنسزة بالوجه وعضام الوجه ما يقارب المئة وخمسون من الأطفال ذوي العاهات الخلقية في الوجه والفكاين من الضفة الغربية وقطاع غزة عينها الفريق الطبي خمسون منها أجريت لهم عمليات دقيقة أو ستجرى لهم خلال الأيام القادمة ما كانت لتجرى لولا وجود هذا الفريق الطبي الذي يأتي إلى الأراضي الفلسطينية بشكل مستمر لعلاج حالات أخرى ومتابعة الحالات السابقة التي تعامل معها حالة هذولة تكون حالات معقدة الأشياء لهذا السبب بعملوا سكرينيك الأشياء اللي بيقدروا يعملوها أطباءنا بيخلوها والأشياء اللي بدأت تحويلها الخارج هم بيجوا بعملوها من برد أهمية توفير الأموال والجهد والسفر على أمرضانة اللي عندهم خاصة التسعوات القلقية والمعاناة اللي بيعانوها الأهل بريف عليهم بيجوا لعندهم بعملوهم إياه عمليات جراحية ووفود طبية تعمد بالأساس للتخفيف من معاناة المواطنين والمرضى على وجه التحديد لكنها من جانب آخر ترفع كاهلا ماليا كبيرا عن السلطة الفلسطينية بالحد من التحويلات العلاجية إلى الخارج إسلام حمد فضائية معان سيلفيت